هاو طبقة الرز بحليب هاو سكبت فوق بالوزة البرتقان هاو شتهيت كل غالي وكل حبيب وكل من مشتاق لأكلت ايام زمان يصدلي عوقاتكن حبيب قلبي واهلة وسهلة فيكن جميعا اليوم بدنا نحدد تحليت اللي مبطن هيا يبارا عن رز بحليب مع بالوزة عصير البرتقان يعني اثنين بواحد تحليت طيبة وتبلل القلب وتحضيرها من قهوة مما يكون المهم تتبعوا خطوات التحضير على المزبوط واطلع معكم انظم بطن وتقدم بكل فخر لضيوف المدللين بسها للمالهم مدللين ما تجيبوا سرت البطن قدامهم طاول طاول فنجان قهوة ومع السلامة بلزمنا لتحضير حوالي 12 زبدية كليان حليب كليان برتقان والافضل يكون برتقان عصير هذا بتبقى 10 تورقيقة ومعصر منيح وطعمته بتعطي على حمضية اترة رز ملات فنجانين قهوة يعني لكل كيلو حليب بلزموا ملات فنجان رز للتحلاي بلزمنا مقدار ربع كيلو سكر وممكن عال الحلو دائما او الملوحة حسب الرغبة وحسب ما تسمح فيه صحتنا كورنفلاور او نشدرة الكمية بتشوفوها من خلال التحضير زرب فانيليا واذا كانت الفانيليا أصليا نتفي صغيرة براس المعلقة هذول هن المكونات والمقادير بتلاقوهم بصندوق الوصف قبل ما نشتغل طبخ الرز بحليب نخسل الرز وننقعه بمي فاترة حوالي الساعة لازم يكون منقوع كويس لانه بضي ينطبخ بقلب الحليب نغلي الحليب ونضيف عليه الرز المخصول والمنقوع وموطي النار تحته نتركه على نار خفيفه مع التحريك المستمر لحتى تستوي الرز زي على الساعة ومنظل نحرك فيه شما يرسي الرز بعقب الطنجرة ويعلق بعد ما يستوي الرز إذا ما يسمك الحليب وظل مريء ممكن نسعفه بمعلقتين صغار كورنفلاور لكي يعطيه سماكية ويجمد بالصحن بزمانه كانوا يجيبوا الحليب أصلي ودسام ومثل الحليب هالأيام مخروط نص ميات المهم يطبخ الرز بقلبه بدون نشاه وعلى دسامة الحليب بسمك ومشي حاله اهلا ما باينانت منشيه لهزم الاستعانة بمواد إسعافية لتطلع الأكل مضبوطة مثل ما شفتو روابت معلقتين نشاه بربع كاسة مي بيردة وضفتن للحليب مع التحريك المستمر طول ما عم نطبخ الرز بحليب لازم تضل إيدنا فيه وعم نحرك الله يرضى علي عبده إليه بين المشهد الثاني يستلم هو التحريك وانا بشيل اش بطبق جلي بس بدي يسمك الحليب قترة ونضيف السكر الكمية الوساطية عشر معالي إطعام للكليان حليب بقى انتو حطوا لي بناسبكن بعرف حدا من عزوتي بطبخ الرز بحليب بلا سكر طاول على طاعة حلية البالوزة نحن منحط سكر بالكمية اللي قلتلكون عليها لانو منحب الرز الحليب يكون حلو بقى هاي شغلة أزواء اخر شي وقبل ما نطفي تحتو منضيف البانيلا للتعطير كانوا بزمانه يضعوا بقلب ورع العطرية يغلي مع الحليب كم غلوة وبعدين بشيروه كثير بيعطي طياب لرز بحليب خلصنا منطبخ الرز بحليب هلا بقى منسكبه ومندشره ومنتركه لي بردع السواء قال لي اعبر اطولي مندشره أثناء الطبخ بزمانه بزمانه على ايام الخيرات والكتره يبقوا يعملوا كميات كبيرة من الرز بحليب بطنجرة كبيرة ويفرشوا قزش في صحون وزبادي شي كبير وشي صغير ويسكبوا هالرز بحليب فيهم وياكلوا اهل البيت وضيوفهم وببعتوا سكبات للجوارين ومدللين كانش يرخيص والخيرات بالاراضي وطولونا انتي لا جددي بدي عشكليات حليب وسحارة برتقان الظهر بصيروا عندها بدون نزاقة ولا جارة ولا محاضرات ولا شي كي وبكي سمعنا بعبيد هيك كان جددي ينقول لنا انتي وتجيب انتم ساكت مو يهريب ادانا لنا انتي كل ما جاب شغلي يا الله يرحم جدك وايام جدك زمان اول تحول يا معبدو هلا اذا ما حسبناها صح منتبهدل بتريدي انتبهدل؟ لا يا خيو لا حسبها صح دخيلك ومن حسب سلم انا بحب ان يخشك يا عبدو يا حشتين بحاجة منها بتنغشيني ومنها ترميني بحجارك يبرد الرز بحليب و كل ما برد بطيب على قولة المثال نشتغل بقى بالبالوزة بها الأيام الباردة شغلة نصف ساعة يكون برد ومشي حاله نبشر قشرة برتعانتين لكي نأخذ المشرة ونضعها بقلب البالوزة تطبيقها طهابية غير شكل طبعاً هذه الاختيارية مو من أساس البالوزة تضيفها على راحتكم نضيف محلقة سكر على البشرة ونركتها الحلحلة على بعضها طلع البرتقان اللي جايبوا أب عبدو من النوع الحلو ما فيها الحمضية اللي بتكون عادتها ببرتقان العصير وكتير نهر أبو عبادي على قلبي قد له لا يهمك هلا منضف له عصير ليمونتين بمشي الحال كل شي بها الدنيا قاله تشارة إلا الموت ومنتح ما يفخره هادول مالون تشارة طاول طاول عصرت البرتقان وصفيته من تفل وعصرت كمان ليمونتين مشامعته قترة حمضية للعصير طلع اعملت أربع كاسات كبار عصير كتير مهم نعرفش كمية العصير بالكاسات لأنه كل كاسة بلزمها معلاء الطعام نشدرها هيك أنا معودي أعير أربع كاسات أربع معالي ومنحركن لحتى يدوب النشا منضيف كمان على البارد ملاك كاس كبيرة سكر مثل ما قلنا أنا عم بعطيكم الكمية الوسطية انتوا قللوا وكتروا سكر حسب ما بتحبوه بعد ما دوبنا النشا والسكر بالعصير نشعر النار تحته ونضلع نحرك فيه لحتى يصل لسماكية السحلب فقط من غلاء عصير البرتقان ووصل للسماكية المطلوبة ونضيف فشرة البرتقان غلوة غلوتين ونضيف تحته على السكب رأسان شاء ما يضرب خالصا السكب اللوزة خالصة تحضير المبطن هذا بتقدم هيك على حاله بدون أي زينة خواه من نوفي شكرا للمتابعة وشكرا سلفا إذا بتعطونا لايك وتسجلوا تعليق واشتركوا معنا إذا ضيوف جداد على القرى إلى اللقاء بحفظوا أمان الله للجميع صفت على الصحون ذكروني بأيام جماعات العيلة الكبيرة بأيام العياد ولحقق مع بيت زبادي مبطن الله يسام حك يا أبو عبدو الله ما تذكر حبايب قلبي الغياب و ببكي يعني تريدي يرجعوا؟ إيه إش يرجعوا؟ عايشين ومستورين بالنحن حاط اللي ببعتوا لنا هي إيه لك أم مبدو بكي خلصنا من اللصة أمرك الله بترق ضلغوطة بعمل لك فتلي على رأسة ستي إذا بتهب استريحي لاغنا عن جنابك فتلي معي خلقه بعد الشغل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر